تشهد مصر مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين تعد تلك الانتخابات خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث هي ليست رفاهية أو اختيارا بل هي واجب وطني ودستوري من أجل رسم ملامح المستقبل المشاركة في الانتخابات حق أصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنة وبما ينعكس من مردود إيجابي على بناء ثقافة الديمقراطية في مصر المشاركة الواسعة من الناخبين في كل أرجاء الجمهورية هي الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الناخب على الأرض وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي الانتخابات التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة ثلاثين من يونيو أي خلال عشر سنوات فقط مما يؤكد أن اتجاه الدولة يمضي في الطريق الصحيح نحو مباشرة الحقوق السياسية لكافة المواطنين ويؤكد حرصها الدائمة على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وربط مصالح الناخب بمصالح الحكومة ومن هنا تسهم الانتخابات النزيهة في تحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل إذ ترسخ دعائم الحكم الذي يستجيب لاحتياجات الشعب ولا شك أن إرادة الشعب التي يعبر عنها في صناديق الاقتراع هي مصدر السلطة في الحكم الديمقراطي كما أن مصر صاحبة الوعي الحضاري المتجذر في التاريخ يعلم كل مواطن فيها أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين وهو بلا منازع قاطرة الاستقرار والتنمية